اشتركوا في القناة تنسى العجاب بالفيديو لأستمر بنشر المزيد إن شاء الله هذه الحكاية ليست من فيلم أجنبي إنها حقيقة وحدثت بالفعل هذه القصة أسطورة أكثر من الأفلام القادمة وهي نموذج للحياة عندما تلقن الإنسان درسا قبل خمس سنوات سيداد وزوجته أسسوا حياتهم مبنية على علاقة الحب لكن بعد فترة حدثت مشاكل النتيجة أن سيداد بقي بلا عمل ودخل بدوامة كبيرة من الديون تسببت بمشاكل كبيرة قررت زوجته الانفصال عنه وكما يحدث في الأفلام أرادت أن تأخذ زوجا ثاريا من أجل المال فوعدها سيداد أن يجد عملا ويجلب المال لكنها قالت لا زوج بلا مال وتركته وعندما تركت وتزوجت من رجل آخر بدأ سيداد يحاسب نفسه وجعل هذه الصعوبات تكون في صالحه وبعد شهور عمل في مشغل نسيج نجح ولم تعد لديه مشاكل مالية ولكنه لم ينسى أن زوجته تركته من أجل المال وتزوجت من شخص آخر سيداد أراد أن يصل إليها لكنه في الأوينة الأخيرة لم يسمع عنها أي خبر ولكن تواصل مع صديقتها واستطاع الوصول إليها وعلم أنها أنجبت طفلا من زوجها عمره 15 شهرا أراد فقط يعرف الأخبار ولم يرد إيذاءهم لأنه كان لا يزال يحب زوجته ويحترم اختيارها وبعد فترة مرضي الطفل لم يستطيع دفع تكاليف علاجه وعندما علم سيداد بذلك قرر دفع تكاليف علاج الطفل وأرسل الطفل وأباه إلى كندا للعلاج تأثرت الزوجة كثيرا عندما تذكرت أنها تركته من أجل المال وهو الآن يساعد في علاج طفلها أرادت العودة إلى سيداد لكن سيداد على الرغم من حبه الكبير لها رفض ذلك حتى لا يفسد هذه العائلة كي يجعل قصته هذه مثالا لكل العالم إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات ترجمة نانسي قنقر